شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فضلت الدكتور نتناول هذه الآية بإذن الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مرحبا بكم شيخنا فضلة الشيخ حمد سعد ومرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرة أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته هذه الآية تتمة لأحكام الصيام التي افتتحها الله تبارك وتعالى بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وهذه الآية اجتملت على أحكام أيضا تتعلق بالآية قبلها افتتحها الله تبارك وتعالى بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن تعظيما لهذا الشهر المبارك وتعظيما للقرآن الذي نزل فيه فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وطبعا الاسم الموصول الذي أنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن خبر لشهر شهر مبتدأ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فالذي أنزل فيه القرآن خبر لمبتدأ وهو شهر رمضان طيب هدى للناس يمكن أن تعرب حالا أي هادية للناس وبينات من الهدى يعني إذا وقف قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذا وقف حسن وقف حسن ولكن لا يبدأ بما بعده نعم لأن ما بعده حال لأن ما بعده حال والحال لا تفصل عن صاحبه نعم وطبعا الوقف على شهر رمضان هذا وقف قبيح لأنه طبعا لم يأتي الخبر خبر لم يأتي بعد طيب الذي أنزل فيه القرآن هذا الخبر نعم إذن الوقف حسن لأن الجملة قد اكتملت لكن قوله هدى للناس حال من الشهر يعني الشهر هاديا للناس وبينات من الهدى والفرقان وبينات معطفة على الحال يعني أيضا لا يبدأ القرأ ببينات نعم يعني القراءة تكون من أول الآية إلى قوله من الهدى والفرقان نعم وطبعا بينات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن القرآن نزل في ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر فهو نزل في أشرف ليالي العام وفي أشرف شهور العام شهر رمضان وفي ليلة القدر نعم وربنا عز وجل قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نعم العلماء اختلفوا في الفرق بين هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بعضهم قال إن قوله تعالى هدى للناس الهدى العام جنس الهدى وبينات من الهدى والفرقان هذا هو نوع من أنواع الهدى وهو أشرفه يعني القرآن وهذا فيه مبالغة لبيان هداية القرآن الكريم أنه هدى من حيث الهدى هدى العام وجنس الهدى وأشرف أنواع الهدى بينات من الهدى والفرقان وقل إن هدى للناس هذا معروف وبينات من الهدى والفرقان أي اجتمل على بينات من التوراة والإنجيل فالهدى والفرقان على هذا القول مقصود به التوراة والإنجيل وهو جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل وقيل إن هدى للناس يقصد بها الهداية العامة وهي تتعلق بأصول الدين وبينات من الهدى والفرقان اللي هي فروع الدين وعلى كل فكما تفضلتم إن لا يوقف إلا على قوله من الهدى والفرقان على اعتبار أن هدى حال وبينات من الهدى معطوفة على الحال ولا يفصلان ولو اعتبرنا أيضا أن هدى للناس مفعولا لأجله يعني أنزل لأجل الهدى لا يوقف أيضا لأنه لا يفصل بين المفعول وفعله خلاص إذن سواء كانت حالا أو مفعولا لأجله فلا تفصل عما قبله نعم